كررت إسرائيل رفضها العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وهذا ما أبلغته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إسرائيل قبل أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد لم يكتفي بإعلان الرفض بل أكد أن بلاده تحتفظ بحرية التصرف الكامل ديبلوماسيا وميدانيا ضد البرنامج النووي الإيراني وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن التاريخ أثبت أن ديبلوماسية يمكن أن تفشل مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لذلك هذه التصريحات الإسرائيلية المزدوجة تأتي بعد زيارة وصفتها إسرائيل بالتاريخية لبايدن احتل خلالها الملف النووي الإيراني صدارة المباحثات كما تأتي في ظل استمرار تعثر مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى لإعادة أحياء الاتفاق الناية والنووي فأي رسائل من تصريحات لابيد إثر زيارة بايدن وهل يشكل البرنامج النووي الإيراني سببا لمواجهة عسكرية في المنطقة وفق التلبحات الإسرائيلية؟ فيما المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى بشأن العودة للاتفاق النووي تراوح مكانها دون تقدم يذكر تدخل تل أبيب على الخط رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يير لابيد وخلال اجتماع للحكومة أكد أنه أبلغ الرئيس الأمريكي رفض إسرائيل للاتفاق النووي مشددا على حرية تصرف بلاده لمواجهة برامج طهران نووية أوضحنا لبايدن أننا نعارض الاتفاق النووي وأن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف الكاملة السياسية والعملياتية لمواجهة البرنامج النووي موقف يحمل إعلانا صريحا من أن إسرائيل ستتصرف ربما منفردة ضد ما تعتبره خطرا نوويا إيرانيا قد يستهدفها بشكل مباشر وتبني إسرائيل اعتراضها للاتفاق النووي على أن عامل الوقت يمنح طهران الفرصة لحشد الموارد لتقوية أذرعها في المنطقة وأن الوقت يساعدها كذلك لتطوير السلاح النووي وتشير تقارير إلى أن الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية عملت بشكل مستمر على تقويض أهداف إيران الاستراتيجية وكشف عمليات التخصيب غير المعلنة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويحمل الجانب الإيراني إسرائيل مسؤولية استهداف قادة عسكريين وعلماء على صلة مباشرة بالمشروع النووي تصعيد يأتي بعد ساعات فقط من زيارة للرئيس الأمريكي للمنطقة زيارة أبدت خلالها إسرائيل اعتراضها على الاستمرار في الحل الدبلوماسي مع إيران بالرغم من تطمينات لبايدن بأنه لن يدعى طهران تتحصل على سلاح النووي ونرحل بضيفنا من العاصمة تهران واستاذ الإعلام السياسي في جامعة قوم دكتور أحمد مهدي دكتور أحمد بعد إعلان لبيد في حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل ترفض اليوم نتائج المفاوضات ترفض الخيار العسكري وهي تتمايز عن الموقف الأمريكي منذ دقائق أعنى رئيس الأركان الإسرائيلي بأن الخيار العسكري يبقى مفتوحا بأن الخطة الإسرائيلية لمواجهة هذا البرنامج النووي هي واجب أخلاقي وهي أمر وهم للأمن القومي إلى أن يمكن أن تتجه هذه المواجهة وكيف تقرأ طهران هذا الموقف التصعيدي الإسرائيلي شكرا على الاستضافة أوجه التحية لك والزملاء والمشاهدين الكرام أهلا بك تكتور أحمد بالنسبة لمثل هذه التصريحات لا تعتبر شيئا جديدا لأن الكيان الإسرائيلي كان منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاق في عام 2015 قد عارض هذا الاتفاق في زمن رئيس الوزراء السابق بن يامين نتنياهو ووضع الكيان العراقيل والعقبات أمام الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس باراك أوباما ومن ثم توالت هذه المواقف المناهضة للاتفاق في عهد الرئيس السابق الذي ربما أرغم على الانسحاب من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب ولاحظ المجتمع الدولي التداعيات والتعقيدات التي خلفها هذا الانسحاب غير المبرر واللا شرعي وحاولت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن العودة إلى الاتفاق ولكنها تواجه معارضة إسرائيلية من جديد والتصريحات التي تطلق من هنا وهناك تدلل على أن الموقف الإسرائيلي يحبذ العنف ولا يحبذ الدبلوماسية وهو ما يكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الكيان وسياساته المناهضة والمعادية للسلام في المجتمع الدولي ومن جهة أخرى يريد هذا الكيان أن يحتفظ بالتفوق التكنولوجي والعسكري ولكن خسارت اليوم فرصة المفاوضات النووية إذا ما فشلت هذه المفاوضات النووية اليوم قد تكون المواجهة مفتوحة تلعب الولايات المتحدة بحذر على ناعي هذه المفاوضات ماذا يعني التقاط الفرصة من قبل تهران وعدم أخذ المنطقة إلى مواجهات والولايات المتحدة تعي جيدا بأن إيران تمسك بعدد كبير من الملفات التي تثير هذا القلق الإسرائيلي والذي ظهر واضحا على لسان رئيس الأركان منذ قليل بالنسبة للفرصة يعني هي مفتوحة وطهران قالت باستمرار مرارا وكرارا أنها ستعود إلى الاتفاق النووي وقد كانت قد التزمت به على مدى الأعوام الثلاثة التي أعقبت الإنسحاب الأمريكي وسمت سياستها بالصبر الاستراتيجي ولكن الولايات المتحدة هي المعنية بالعودة إلى الاتفاق هذا من جهة ومن جهة أخرى بالنسبة للملفات التي تعتبر شائكة وخلافية ما بين الجانبين في الحقيقة حاولت الولايات المتحدة إقحامها على طاولة البحض ولكنها واجهت الرفض من قبل طهران وتريد طهران رفع الحظر الاقتصادي كاملا والتزام ببنود الاتفاق ومن ثم التفاوض على الملفات الأخرى أما الجانب الإسرائيلي الذي يخشى العودة إلى الاتفاق هو في الحقيقة يخشى على نفسه لأنه يعيش أزمة اقتصادية وسياسية خانقة ولا يريد الاستقرار لإيران وبلدان المنطقة لذلك يحاول زعزعة الأمن والدفع بالمفاوضات نحو الهاوية ومن ثم الدق على طبول الحرب وحاول القيام بمشروع الناتو العربي ولكنه فشل في هذا الاتجاه وكان واضحا الرئيس الأمريكي في حواره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أن بلاده تفضل الحل الدبلوماسي في الموضوع النووي مع إيران ولا تريد الخيارات الأخرى إلا إذا أرغمت عليه هذا يدلل على التباين الواضح بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي والكيان يريد دفع الولايات المتحدة للقتال بالنيابة عنه من أجل إنقاذه من أزماته المستفحلة والمستعصية في المنطقة في حال هذه الحلول التي تتحدث عنها بهذا التسلسل المنطقي والزمني تأخرت هناك مواجهة ستفرض على تهران اليوم العقوبات التي ترزح تحتها كل هذا الخطاب والخيار العسكري الإسرائيلي الذي يبقى مفتوحا ومواجهة دولية متصلة بالموقف الأوروبي بسقوط المفاوضات ضياء الفرصة الأخيرة في الدوحة الأسبوع الماضي كيف يمكن اليوم الذهاب إلى هذا السيناريو المحتمل ولكن له الدراماتيكي بالنسبة لتهران لا أتصور أن القر على طبول الحرب يدخل في صالح سواء الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي وحتى الجمهورية الإسلامية لا تريد الحرب وقد قالت ذلك مرارا أما الذهاب إلى مثل هذه السياقات الإعلامية هو في الحقيقة يصب في أطر الحرب والضغوط النفسية التي يمارسها أعداء طهران وفي حال وقوع مثل هذه الحرب التي لا تطيقها الولايات المتحدة لأنها كانت قد خرجت للتو من حرب أفغانستان التي طالت عشرين عاما وخرجت وهي منكسرة ومهزومة وفضحة هذا الخروج والانسحاب الأمريكي من هذا البلد لذلك لا يمكنها تحمل تكاليف حرب باهظة أخرى أما الاقتصاد الإيراني هو في الحقيقة يعاني من ضغوط ولكن الحل ليس في الحرب إنما في المفاوضات وثمت فرص قادمة غير فرصة الدوحة التي لا أعتقد أنها آلت إلى الفشل تماما وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أننا أعددنا مسودة الاتفاق ولكن هناك ظهرت بعض العقبات وطبعا كلا الجانبين يلقي باللوم على الجانب الآخر وهذا ما يحدث عادة في أي مفاوضات توضع على طاولتها ملفات خلافية إذن الطرفان أبداياء الاستعداد للتوصل إلى اتفاق لاحياء الاتفاق النووي ولكن يبقى عامل الزمن هو الرهن بيد كلا الطرفين والكل يحاول أن يمسك العصى من الوسط سوى الكيان الصهيوني الذي يريد التلويح بالعصى الغليظة للتمويه على ترسانته النووية العسكرية التي يمتلكها إذن الولايات المتحدة وطهران مقبلان على فرص والاتحاد الأوروبي أيضا يرغب في عودة طهران إلى سوق الطاقة العالمي التي تعاني منها البلدان الأوروبية شحة سواء على صعيد الغاز والمشتقات النفطية لذلك فأن العودة إلى الاتفاق النووي وفتح التبادل المالي وعادة الصادرات النفطية الإيرانية هذه تصوب في مصلحة استقرار السوق العالمي للنفط وإعادة التوازن المختل جراء قط صادرات الغاز والنفط الروسية إلى البلدان الغربية وهذا ما تريده طهران تريد أن تستفيد من هذه الفرصة الثمينة بعد وقوع حرب أوكرانيا والمستجدات التي حصلت خلالها أشكرك جزيلا شكر دكتور أحمد عندي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم كنت معنا من طهران ترجمة نانسي قنقر